اكتشف السكان المحليون قذيفة هاون على الشاطئ أثناء سيرهم على ضفاف نهر دنيبر وتم استدعاء خبراء المتفجرة التابعين لخدمة الطوارئ الحكومية على الفور اليوم كان هناك اتصال من السكان على ضفاف نهر دنيبر الذين عثروا على جسم متفجر يشبه قذيفة الهاون وتبين أنها عبارة عن قذيفة هاون من عيار 82 ملي متر تعود إلى الحرب العالمية الثانية ولضمان سلامة المنطقة قام خبراء المتفجرات بفحص الشاطئ بأكمله بعد عملية الفحص اكتشفنا قذيفة أخرى من عيار 82 ملي متر من الحرب العالمية الثانية يحدث كل هذا لأن المياه قد ركدت حيث ابتعدت عن الشاطئ حوالي 10 إلى 15 مترا وربما أكثر في بعض المناطق وبعد الكارثة التي وقعت في محطة نوفاكا خوفكا للطاقة الكهرمائية والتي فجرتها القوات الروسية في يونيو من العام الماضي أصبح قاع نهر دنيبر ضحلا والذخيرة التي كانت موجودة في القاع منذ ما يقرب من 80 عاما بدأت تطف على السطح وفي ذلك الوقت كانت هناك أعمال قتالية كبيرة على ضفاف نهر دنيبر وخلال العام الماضي اكتشف موظف خدمة الطواري الحكومية ما يقرب من 200.5 جسم متفجر على ساحل دنيبر اكتشف موظف خدمة الطواري الحكومية ما يقرب من 100.5 من الأجسام المتفجرة على ساحل دنيبر معظمها من القنابل اليدوية والقنابل الجوية التي يبلغ وزنها 100 كيلو جرام في كثير من الأحيان وكل يوم تقريبا نذهب إلى ضفاف نهر دنيبر إلى الجهة اليسرى واليمنى ونجد مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة والأسلحة مثل القذائف والألغام وقذائف الهوين والقنابل يدوية وأخيرا يتم نقل جميع الذخيرة خارج المدينة ليتم التخلص منها في مكان آمن وبعيد عن السكان أعداد أوليك بيتكين بوريس ياكافينكو من زابوريجيا لقناة يوتيف عربية